أهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب بضيفي الكابتن سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة الطائرة واللي أدار الاتحاد فترة عصيبة وأيضا هو شقيق الكابتن حسن حمدي منور للسوديو يا كابتن الله خليك يا كابتن هاسم ودي فرصة عيدة كواس إن احنا إن شاء الله نقدر نعبع عن شوات حاجات عملناها يعني إن شاء الله يا كابتن وحادتك مشرف قناة النادي الأهلي ويعني حادتك من الناس العزاز جدا على قلبي وقلب الكثير من الإحلاوية يا كابتن ألف شكرا شكرين جدا طب كابتن احنا جهزنا زي تقرير كده يعني عن رحلة حادتك مع اللجنة المؤقتة والمجهود لحادتك بوزر نشوف التقرير ده ونرجع لبعض ده إن شاء الله عزيزي المشاهدين نروح للتقرير اللي قامناه أو عمله فريق الأبطال خصيصا لكابتن سامح حمدي نشوف التقرير بالحضر الكتير سامح حمدي قائد الطائرة المصرية نحو الأمان والاستقرار نجح الدكتور سامح حمدي في قيادة الكرة الطائرة المصرية إلى بر الأمان رغم توليه المسئولية بشكل مؤقت إلا أنه تمكن من إدارة اتحاد الكرة الطائرة في توقيت غاية في الصعوبة وجاء سامح حمدي على رأس اللجنة المؤقتة المعينة من قبل مسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لوضع خطة تنفيذية مدروسة لإعادة الكرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية بالإضافة للعمل على معالجة أوجه القصور المالي والإداري الموجودة بمنظومة اللعبة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع الكرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح تولى سامح حمدي الذي كرس حياته لخدمة الكرة الطائرة المصرية المهمة الثقيلة بالعمل في صمت دون ضجيج محددا موضع العلة والعمل على التدخل الجراحي إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الرجل المتمرس بعدما تزامن قرار تعيينه مع توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد لم يستسلم صاحب القدرات الإدارية الكبرى والتي تعلمها في النادي الأهلي أعرق المدارس الإدارية في مصر والشرق الأوسط وقرر طرق كافة الأبواب لتنفيذ المهمة على الوجه الأكمل فقام بتصحيح المسار وأعاد الاستقرار لأسرة الكرة الطائرة المصرية ورفض رفضا قاطعا إلغاء الموسم الرياضي للكرة الطائرة بالتزامن مع توجه الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها في شتى المجالات ومن بينها الرياضة مع تطبيق بروتوكول صحي وإجراءات احترازية مشددة فعادت الحياة إلى مصابقات الكرة طائرة على صعيد الدرجة الأولى وكذلك مراحل الشباب فكان سامح حمدي حاضرا في تتويج الماسترز ببطولة الدور العام رجال وهي البطولة التي نجح نصور القلعة الحمراء في التتويج بها قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة وكذلك التتويج بلقب بطولة كأس مصر وعلى صعيد السيدات فقد نجحت سيدات الذهب بالنادي الأهلي في الحفاظ على عرشهن والتتويج ببطولتي الدور وكأس مصر بالإضافة إلى بطولات الشباب والآنسات ليحقق سامح حمدي نجاحا رائعا في إدارته للاتحاد المصري للكرة الطائرة بعدما أعاد النشاط الرياضي في مختلف المسابقات ووضع استراتيجية العمل في الاتحاد للفترة المقبلة مع التمهيد لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس منتخب للاتحاد المصري للكرة الطائرة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية توكيو والمزمع عقدها بحلول العام المقبل ليواصل سامح حمدي جهوده في خدمة الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص بكل تجرد وإنكار لذات ودون مطامع في مناصب فجاءت قراراته بمثابة أهداف حاسمة لتعديل مصار اتحاد الكرة الطائرة وهو ما نجح فيه بالعلامة الكاملة أهلا بحضراتكم من جديد دكتور سامح يمكن نبتدي القصة من البداية كيف عرضت عليك اللجنة الموقعة وليه حضرتك قابلت بهذه المهمة هي الحقيقة هي تعرضت عليها في اللجنة وكان قرار اللجنة الأولمبية أنها تكون من خمس أفراد الخمس أفراد دول كان بأمانة كان الاختيار بيتم عن طريق اللجنة الأولمبية فأنا رفضت الكلام ده وقلت أنا ليهي اختياراتي وانتوا ليكم اختيارات لغاية لما وصلنا أن أنا أختار نص المجموعة وهم يختاروا نص المجموعة الخمسة أنا اختارت اتنين وهم اختاروا اتنين وبعد كده الحمد لله توصلنا أننا الخمسة موجودين وفجأت اللجنة الأولمبية بتقول لا هنخليهم سبعة وأنا وقفقتها للسبعة لأساس برضو أن أنا أخذ واحد وهم واحد يبقى اخترتنا ثلاثة واللجنة اخترت ثلاثة وبالتالي بكون فيه بالانس يعني في الأراء وكده والحمد لله وصلت للمرحلة دي أنا مجذبش عليك أنا كنت متردد لسبب تردد الأوضاع في كرة الطائرة كان رهيب عشر سنين كاملين مجالية الدارة بتتحل منتخبات بتاخد للأسف مركز متأخرة يمكن أنا كنت في 2004 كنت عود مجلس دارة تحاد كرة الطائرة مخسرناش بتقول افريقيا من 2004 ل2008 اللي هي الفترة بكل بطاعة افريقيا كنا بناخدها وصلنا كاسعالم وصلنا يعني الحمد لله كان فيها مطلات جامد لكن التردد اللي حصل بقى في كرة الطائرة بعد كده يتحل مجلس وبعدين جمال جانب القطع وبعدين يتعين مجلس وبعدين يتحل ويجي مجلس تاني وبعدين يتحل تاني فالحقيقة كنت متردد بس الحمد لله يعني حاسيت ان المجموع اللي معايا ممكن تعمل حاجة وقبل حدق مطب كبير وطبعا وفات كابتن جابر عبد العاطي وكمان كان فيه احد المستشارين ما حددتك في الليلة لذبط المستشار احمد البنة ما كانش يخد مفقة القضاء وبالتالي يعني احمد بنة ما جاش وكابتن جابر الله رحمه كان تعبان برضه صحيا فما كانش برضه متواجد قوي فوجهتنا صعوبة يعني وكملت العدد خمسة بس كمان العدد متأخر لكن احنا اشتغلنا الخمسة اكتر الاوقات بس هو يعني يقال ان العدد برضه كان ولاليا كابتن وده كان عرض برضه لبعض قرارات لي ممكن لبطلان او حاجة زي كده ولا ده ما حصلش يعني هل العدد كان قانوني ونسب قانوني لا انا هحكي لحضرتك عشان بالمناسبة حكاية بطلان القرار هو في مجلس دادرة واحد ابتل قراراته وده لسبب يعني كان اداري وتعاد نفس المجلس كما هو وتعاد زي ما هو بالزبط بالزبط اه واخد موافقة الوزارة ولجنة العلمية يعني عملته بشكل قانوني مرة تانية بنفس قراراته بنفس كل شيء ما تغيرش فيه شيء هو المحضر رقم 6 كان تم رفضه وبعدين بتزبطه يومين بتزبطه عملت جلسة طريقة لاعادة المحضر كما هو منقش انتعرف الجلسة الطريقة بتبقى بتناقش باند واحد بس صحيح الباند الواحد بس كان هو ايه كان هو مجلس ادارة رقم 6 تمام فتناقش كما هو ورجعك زي ما هو ما تغيرش فيه اذا اداريا قررت نفسه وكل شيء واخدت الشكل القانوني بتزبط طبعا كابتن كان برضو في مركز سوية تحكم الرياضي برضو تبناها حضرك برضو تقولين عليها في التصنيف كان بعض القانونية كانت حاسة ان هي مظلومة في التصنيف فخدوا قرار مش مركز ساة تحكم الرياضي برضو حضرك برضو قولينها القصة دي كانت ماشيا سهية هي بالضبط هو حضرتك احنا لما جبنا التصنيف ما قدناش نحصل عليه اللي كان موجود اصلا في مكتب مدير التنفيذي للمدير التنفيذي كان يعني خلاص يعني مشي من الاتحاد وكان قافل على مكتبه والحقيقة عشان كنا نقدر نستلم المستندات والحاجات والخدم خد وقت طويل القصة دي عشان تثبت كل حاجة فيها بالضبط فلما مسكنا شفنا التصنيف ولاقينا ان فيه اندية ما كانتش متصنفة فصنفناها يعني في التصنيف وبعدين ظهرت حاجة تانية بعد كده في التصنيف ان اندية اللي هي للأسف اللي هي كانت تصنفة واحنا وكننا سايبانها مكنناش جايباها للأسف كان فيها عملية تزوير لما قيمة كبيرة زي حددك تقول كده وقيمة إدارية كبيرة زي حددك تقول كده وما يشهد الجميع يعني لحددك بالنزاهة والكفاءة الإدارية يبقى الموضوع كان صعب بالضبط احنا اكتشفنا ان اندية دي لعبت على الولأ ما لعبتش في الحقيقة على ملاعب ولا حكام والحكام اللي أداروا فاحنا المستشار القانوني بتاعنا جاب عمل تحقيق مع الحكام وعمل حاجات جدا أنا هقولك حاجة غريبة جدا يعني في أول مرة أشوفها في حياتي في الرياضة يعني حكم أو حكمها بتحكم تلات نشاط في تاريخ واحد في وقت واحد في محافظتين ده حاجة جميلة حاجة جميلة جدا الحمد أننا اكتشفنا يعني بص حادتك وصلت لقيا كابتن معي يعني احنا لما نقول قيمة كبيرة وحادك طبعا يعني يعني أخه طبعا كابتن حسن حمدي القيمة الكبيرة كمان لما توصل لغاية أن انت تشوف الحكم اسمه ايه أو الحكم اسمه ايه وبتحكم فين يعني انت نزلت بليبل دخلت جوه بقى زي ما بيقوله وصلت لبداية الأمر فده حاجة تتحسف لحادتك جدا واللي احنا قلناها كنا على حق إن حادتك بترد للتحاد تاني للزبط والربط الإداري الزبط والحقيقة أنا عايز أقول لحادتك المجموعة اللي معايا مجموعة أنا في حساباتي مش هتتكرر تاني كنا متفقين على كل شيء وكانت قرأنا واحدة وكانت قراراتنا كلها واحدة تقريبا يعني وانا اكتشفت بصراحة هم يعني طلوا عندهم خبرات عالية جدا 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 يعني بشمانس ايمن غزلان اللي هو أمب أعمال المدير التنفيذي وكان عندنا دكتورة ناديا رشوان وكابتن سام إبراهيم وكابتن نهام عاثمي كانوا يعني بصراحة كنا مجموعة احنا الخمسة كلمة واحدة لغاية لما بدأنا بعد كده البشمانس هشام حطب عرض علينا حنالات ان نكمل سبعة فكملنا من الشباب كانت تفكيرنا نحن نجيب بقى دم شبابي يدخ أفكارهم وماشاء الله أفكارهم رائعة شريهان سامح كانت كابتن منتخل مصر ومحمد المهدي برضو بشمانس محمد المهدي بصراحة استفادنا برضو مقرأهم برغم ان هي حضروا يعني كم جلسة يعني اللي انهم بصراحة يعني كان مواقف جميلة جدا 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 كابتن برضو لقينا أزمة عرضت لها كان برضو حدك كان لي كل الصلاحيات وحاولت طبعا يعني تغير المدير التنفيذي وقبل حددك الموضوع ده يمكن خد كتير ومجود منك كتير جدا يعني حدك يعني حدك قل لنا اي قصة الموضوع ده برضو هي الحقيقة احنا بدأنا حدثينا ان ما فيش توافق ما بين ادارة المدير التنفيذي وادارتنا فالعدم التوافق ده أدى الى سوقفه وسوق الفهم ده أدى لان هو يعني يشتكينا وهاجمنا فبالتالي احنا فكرنا احنا جاينا نصلح لعبة مش جاينا نهاجم ولا نجيم ولا جاينا نتقاصم ولا جاينا فعيننا مستشار قانوني وان الموضوع يبقى تحت ايده فالمستشار قانوني وصل بالزبط وصل معاه والتحقيق ووصل بعد التحقيق وخدنا قرار ان هو ايه يستبعد وليه كل الصلاحيات طبعا حددك رئيس الاتحاد وكل الصلاحات ليه خاصة ان حددك مش نازل الانتخابات يعني حددك مش نازل الانتخابات وبتدير للمصلحة طبعا لان اللجنة كلها حضرتك موقعة لان هي مش هتنزل الانتخابات ولو ان ده حق دستوري لكن كلنا اتفقنا ان احنا هنمشي طبعا بالزبط وعايز اقول لحددك حاجة والله انا بضرب بحضرتك وبالادارة للجنة المؤقتة المثل يمكن شفنا يعني في اتحادات اخرى بدون ذكر اسامي حصل مشاكل وكان لجان مؤقتة وبتاعه ولكن حددك مشيت بزبط وربط والحقيقة احنا لسه عندنا برضو كلام كتير بيحتاجين نعرف من حددك بس هنطلع لفاصل سريع هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع القيمة الكبيرة اهلا بحضراتكم من جديد ومن راحب بضيفنا للمرة التانية الدكتور سامي حمدي رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة الطائرة اهلا بيك يا كابتن المرة التانية ويمكن حوارنا يعني عايزين نبرز المشاكل طبعا اللي قابت حضرتك وزي تغلبت عليها يمكن من ابرز هذي المشاكل هي ازمة كورونا وعودة النشاط وتشكيل المنتخبات واللعيبة تكلمنا عن الكرصة يا كابتن هي الحقيقة احنا لما اجتمعنا تقول لك اللجنة ما شاء الله كلها كانت نتفكين على الرأي واحد بس احنا جايين نصلح نصلح يعني ايه يعني لازم نوسم يكمل والمصلحة مين مستحت بانتنا وولادنا في حاجة اسمها الحافز الرياضي الحافز الرياضي ده لو ما لعبوهوش ما بيخدوهوش ففكرنا ان احنا هنعمل وصدفتنا مشكلة جمدة جدا انا كابتن هيسم طبعا تعالف راجل الرياضي وعارف ان الولاد هيخلص سنوية عامة وهيدخلوا فطرة اعداد بسيطة اوي ويرعبوا المباريات فكان فيه اندية معترضة بس اندية معترضة ملهاش في الحافز الرياضي فانا اللجنة عندنا صممت ان لازم هنعمل حافز الرياضي وبالاعداد الفطر ايلا علشان كل واحد ياخد نصيبه في الدرجات اللي هي ممكن تساعده بعد الموجود ده كله طول سنة تروح منه درجات فعملناها الحمد لله وكملناها اول اتحاد خاد قرار بعودة انا فاكر يمكن في شهر سبعة كان الناشئين والناشئات بلعبوا وده كان انجاز كبير جدا وكمان المنتخبات ايضا ايضا يا الحددك دلوقتي تشكيل منتخبات التجميع المنتخبات برضو كلمنا عن القصة دي برضو لأن منتخب مصر هو الهدف الاكبر لنا كلنا بالضبط بس اعني ازا كمل بس حكاية تكملت الموسم واخدنا اراءهم بس القرار كان قرار لاجنة اخدنا اراءهم فيه طبعا زي ما حددك عارف ناس قالت لأ مش هنلعب ومش هنقدرين وناس قالت لأ مش مستعدين وناس قالت لأ فاحنا اخدنا قرار لمصلحة اللعبة ان لازم الدولة والكاس يكمل خلينا قف على ديها كابتن حددك جماعة الاندية مش عشان ياخدوا القرار عشان تسمع منهم بس طبعا وحددك اللي خدت القرار واللي كان مصلحة القرار او القرار للمصلحة العامة هو استئناف النشاط يعني اعدك مع الاندية عشان فيه اتحادات اخرى عملت عكس كده اعدت مع الاندية عشان هم اللي ياخدوا القرار لا احنا اعدنا عشان يعني نسترشد بقراءهم وقراتهم والقرار الصح بالضبط والقرار الصح اللي هم بيقولوه مشي وبعد كده معلش حصلت برضو حاجة ان احنا لما بدأنا نعمل الليحة تغيرت فيها فاحنا جمعنا خبراء اللعبة الكرة الطيرة في مؤتمر وعادنا معاهم في الاستاذ واخدنا اراءهم برضو وانا فاهمتهم يا جماعة دي اراءكو على عيننا وراسنا لكن القرار قرار التحاد قرار اللاجنة المؤقتة وقد كان الحمد لله يعني شبه اتفاق والله على القرارات والحاجات اللي هي طالما اللغة المصلحة مش هتلا اختلاف بالضبط هي بس هنا المصلحة اللعبة مصنعش المصلحة اشخاص صحيح خالص حضرتك يمكن هنيجي اللي حصلت في اللي جان والكلام اللي حصل لا احنا عايزين نعرف كابتل انترام ما دخلنا يعني هو انا قول ما مسكت حسيت ان فيه لجان للأسف مرتبات عالفاضي وانفيه شغل له منتخبات وقفة واندية وقفة وكل حاجة وقفة طب انا خلي اللي جان ليه مرتبتهم خمسين الف جنيه في الشهر فبالتالي فبالتالي حالت كل اللي جان للأسف بقى وجهته بحرب ضارئ ليه انت مشيت موظفين والدولة ضدنا انها تمشي موظفين موظفين ايه يا جماعة دي الجان الاتحاد من حقه يعين لجان ويشير لجان اللجان دي اللجان دي عشان ايه عشان نشاط طب هو الضغط ما فيش نشاط يبقى انا اخليهم ليه عبقى على زينة الاتحاد بالضبط كده كان كم لجنة عند حضرتك كان فيه حوالي خمس لجان خمس لجان أو أربع لجان يعني الحمد لله ما تحلوا كلهم والحمد لله ما فهم شوالا موظف بس الأسف طبعا برضو يعني حصل مشاكل شوية مع يعني اللجنة النموية قالت انحنا فيه موظفين لا رحنا وعملنا جلسة استماع وما وضحنا وجبت أوراق ما فيش موظف واحد خرج برا وده حقه أصير لرئيس الاتحاد واللجنة طبعا بالضبط ان هي بتدير اللجنة بقى بتدير الاتحاد من وجهة نظرة إدارية بالضبط إنما أي موظف متعين على قوة الاتحاد حدك ما تسانيتش عنه ووضحت طبعا حدك أكيد هيقابل ده أكيد بطيار شديد ضد حضرتك أكيد طبعا ده الله حصل بس الحمد لله احنا صمدنا وما سمعناش كلام حد احنا كنا ماشيين في القرار اللي بناخده الحمد لله وكانش بيان رجع فيه والقرار لو كان غير سليم كان اعترضت عليه الوزارة واللجنة الممبية لكن الحمد لله احنا أغلب قراراتنا الحمد لله ما كانش بيان اعترضات وكل الحمد لله كل المجالس ادارة كلها اعتمدت من اللجنة الممبية اعتمدت من الوزارة الحمد لله طبعا فيه شوية حاجات بيبقى فيه تعليقات طبعا لازم أي عمل عام في كده بالضبط طبعا طبعا أي حاجة خليها كابتين نروح معددك على نقطة مهي وهي الانتخابات التامل 11 ديسمبر إن شاء الله باب الترشيح تم فتح باب الترشيح تقدم 25 يعني 25 مرشح للمقاعد المختلفة من الزبط يمكن في الرئاسة دكتور خلينا أتكلم في الرئاسة دكتور فؤاد عبدالسلام شريف الشميرلي عبد الحميد الوسيمي والكابتين أحمد عبدالدايم اللي هو كان رئيس الاتحاد رئيس تنفيذ السابق للاتحاد مدير التنفيذ مدير التنفيذ طيب حضرتك بعد باب بعد قفل الباب حضرتك عملت حاجة جديدة أو أثناء التقدم حضرتك طلبت يبقى فيه منذوب من اللجنة الأنبية كلمنا عن الموضوع دا هي الحقيقة إحنا قلنا إيه إحنا عشان نكون الشفافية واضحة وتكون الأمور واضحة إن إحنا لا معه ولا ضد طبعا إحنا مع مصلحة لعبة مصلحة لعبة يعني إيه الناس اللي هتتقدم دي اللي من حقه يترشع أهلا وسهلا اللي مش حقه يترشع معه فعشان منشلش المسؤول إحنا لوحدنا فطلبنا من اللجنة الأنبية إنه يكون فيه عضو من اللجنة الأنبية يحضر فطرة الترشح اللي هي من السبت للجمعة وحضر الحمد لله منذوب وحضر وكان هو المسؤول عن فرز كل الطلبات والأوراق اللي متقدمة للترشيح وكده وبتاع علشان دي نقطة نقطة تانية إحنا هنعمل مجلس إدارة يوم الاثنين بكرة إن شاء الله المجلس إدارة برعشان بحث الأوراق كلها اللي تقدمت لنا وبرضو فيه منذوب من اللجنة الأنبية موجود يحضر الاجتماع والمستشار القانوني بتاعنا اللي احنا معينين الأستاذ راجح أستاذ محمد وهبة وهو مشروطه الأستاذ راجح المستشار راجح وليه عشان يكون الاجتماع قانوني وغير قانوني فيه حد من اللجنة الأنبية بيقيد الكلام ده يبقى احنا ما فيش حاجة بنعملها أهنيك يا كابتن والله بجد أهنيك من كل قلبي يعني الحقيقة ده يعني حاجة يعني جميلة جدا الشفقية وال وزي ما بيقوله العدل والكلام ده كله أهنيك يا كابتن بقى مالا ده حاجة جميلة طيب خلاص هتعتمد إن شاء الله اللي تعتمدهم بكرة إن شاء الله وهتبعت اللجنة الأنبية تاخد الاعتماد النهائي للقيمة طيب دلوقتي يا كابتن فيه موضوع بيحصل فيه أو مدخل لحاجات كتير ومشاكل كتير وكان سبب في حل مجالس إدارات كتير المناديب مناديب الأندية اللي بتطلع بقرار مجلس إدارة وبتجيب استمارة المندوب نسخة عند حددك ونسخة في اللجنة الأنبية هتتحقق من المنظومة دي ازاي في حين إن بيبقى لها وقت اسبوعين بتقدم فيهم بعد الاسبوعين ما بيبقاش ممكن تبقى هتتحقق ازاي من المنظومة دي وتربطها ازاي كتير هي دي أنا مش شافنا فيها صعوبة لسبب إن هي النسخة موجودة عند لجنة الأنبية ونسخة موجودة عندنا ومن طبقهم على بعض وبعد كده هم أصلا بيجبوا النسخ بعد كده عندنا وبنجا من الجمعية بيبقوا موجودين الأعضاء وكل واحد بيودي النسخة بتاعته فماعتقدش هتتبقى فيها مشكلة مشكلة حتى لو حد يقدم بعد كده خلاص هو بعد التوقيت خلاص توقيت طبع طبعا كل حاجة ماشية بتوقيتاتها بالظبط بالظبط يعني يوم مثلا 6 هتخلص يوم 12 خلصنا ما فيش بعد 12 ولا سنتي يوم 12 خلصت وزي ما قلتلك دايما احنا عندنا مراقب من اللجنة الأولمبية ومن عندنا المستشار قانوني مستشار راجح يعني بصراحة أنا هنليك على الحتة دي ماشينا الحمد لله انترابت المستشار قانوني في وقت عصيب وقت كان فيه حل اتحاد سابق والحاجات دي فانت تبقيتك حد قانونا قوي عشان توصل لبر الأمان بالظبط لكن داري سليم جدا جدا بالظبط الحمد لله هنخلص من موضوع المناديب هنخش على طبعا التصويت ويوم الانتخابات ان شاء الله هتكت عدي اليوم ده ازاي هتكت شوف ازاي طبعا بيقى فيه تأشراف قضائي على ما أعرف طبعا وهتجرى فين هل هتجرى في مجمع الاتحادات برضو زماهية ولا تجرى في مكان تاني يعني كلمنا عن يوم الانتخابات اللي بقى 11 هي السنة دي احنا انها من مجمع الاتحادات لانها كان فيها شوية يعني شوية عقبات كده فنقلناها للقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية ممتاز وطبعا خدنا الخطواتنا وبعتنا لهم ووافقوا وان شاء الله هتستعمل في قاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية وترتباتها موجودة سواء أمنية سواء قانونية سواء إدارية يعني كل حاجة مترتبة بس ده برضو حيبان في مجلس إدراء بكرة ان شاء الله ايه الترتبات هتتم مع المستشار القانوني ومع منذوب اللجنة الأولمبية طب كابتن احنا الاتحاد هيجي قعد سنة لغاية اللاورة الأولمبية اللي جاية وبعد كده تجرؤ انتخابات تانية هتبقى تحت إشراف الاتحاد اللي هيجي ده مظبوط ولا أنا غلطات لا بالزبط كده صح مش هودة 4 سنين لا هيوعد سنة بتزبط هو هيوعد سنة واحدة وبعدها هيتعاد الانتخابات تاني مع دورة توكيو عشان يعني إلا لو جد جديد بقى في القانون الرياضة أو القانون اللي احنا بتسمحه كل شوية الزبط ممكن جد جديد ولكن الطبيعي الطبيعي سنة وبعد السنة بتزبط كده هتخش بقى مع الاتحادات كلها والأندية والانتخابات طبعا السنة الجاية هتبقى بعد الدورة القلبية طب كابتن بالنسبة للمنتخبات والاستعداد وتشكيل الأجهزة والكلام ده كله عايزين نعرف حدكت عملت مع الملف الزي ده لأنه خلي بالك الناس من هاش علاقة قوي بالحاجات الإدارية يهمها هو المنتخب حدكت عملت مع الملف ده ازاي احنا الحقيقة بدأنا نفكر ونشوف مين على المستوى الأعلى في المدربين والمساعدين المدربين والعلاج الطبيعي والممرن يعني مسكنا بسط بسط مركز 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 كده وصفناهم مين واخد بطلات الجمهورية مين واخد البطلات حتى لو ما خدش بطلات لكن هون مدرب كف وبدأنا نحط أسماء للأربعة المنتخبات اللي هما الشبات والنشآت والشباب والنشئين الحقيقة عملناهم الأربعة وكان عندنا جدول من الاتحادة الإفريقية للأسف الاتحادة ده اتغير تماما عشان كورونا ففي منهم طلات بطلات اتأجلوا كان واحدة في تونس واحدة في نيجيريا واحدة في كينيا كانت وقتتهم لمن دول ولا كانوا بعد كده لا هيتأجلوا لشهر آخر يناير 21 وفبراير فإحنا ما عملنا كده أنا وقفت المنتخبات لأننا كنا فعلا عملنا تشكلات للمدربين واللعيبة وحطينا تصفية صفينا فرق المنتخبين الحقيقة أنا عاد أقولك برضو المنتخبات السنة دي كان لها تصفية غير كل سنة إحنا عملنا ترشحات للمنتخب حوالي 40 لعب أو لعبة وبدأنا نعمل تصفية أولى وتصفية تانية والتصفية تانية اللي هان هي فإحنا عملنا تصفية وتصفية أولى بعدنا لمنتخب الناشئين والشباب لأنهم اتأجلت مبارايتهم المحيدة لما أجلتش أغندا وفجأنا بعد كده إنها أجلت برضو من يوم 14 12 ل 16 4 والغاية دلوقتي إحنا مش قادرين ناخد الإجراءات بتاعتها لسبب واحد بس إن أنا ما جاتيش دعوة رسمي طبعا ما أقدرش أعمل إجراءات بدون دعوة رسمي بالضبط المنتخب المنتخب اللي حضرتك بكلم حضرتك عليه بدأ بيه 40 إحنا دلوقتي وصلنا 18 اللي هو تقريبا النهائي بس ضمنا عليه أربعة من الناشئات اللي هما مستواهم عالي يطلعون ينفعون بالضبط كده إن شاء الله كابتن يمكن حضرتك دخلت في ملف ده وأنا عايز أتكلم فيه برضو بتفصيل بس خلينا نطلع لفاصل نطلع لفاصل أزائي المشاهدين فاصل سريع ونرجع طبعا نكمل حوارنا على المنتخبات الكرة الطائرة اللي طبعا كانت فيه فترة اللجنة المؤقتة وإزاي كابتن سامح أدار هذا الملف ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة أليات كابتن ممكن كنا قبل الفاصل بنتكلم على المنتخب أو المنتخب النشاءات أو الشابات اللي حدا كنت بتجهزه للبطولة وكان فيه معايير للاختيار يمكن أول مرة تطبق في أي اتحاد كلمنا عنها بتفصيل يا كابتن واختيار اللاعبات وصل لـ 18 إزاي إحنا بدأنا باربعين لعبة واتصفوا مرحلتين والمحررة الأخيرة كنا اللاجنة يعني متقفين مع كابتن أحمد فتح اللي هو المدير الفني أنه خلاص يخلي بقى الفرقة اللي حنركز معاها علشان يركز في التمرين ويعمل الحاجات دي كلها هو أضاف عليهم الأربعة البنات اللي هم مطلعين من النشاءات طبعا كابتن مين اللي يختار الأربعين في الأول كابتن أحمد والحدي دي الترشحات من المدربين واللاجنة يعني بالنسبة لل يعني لرؤيتنا احنا شفنا الدوري كله شفنا الدولي وشفنا الماتشات كلها وشفنا المباريات وإحنا عرفنا كمين المنتخبات جبنا أسماء المنتخبات اللي هي أصلي سفرت وعملت دول كانوا موجودين وكلهم موجودين وصلنا أربعين العبادة يعني قاعدة عريضة جدا جدا يعني قماشة انتحادات جبت كل القماشة اللي ممكن اللي ممكن بالضبط اللي ممكن تختار من يعني ما ضرمناش حد هي الحقيقة بعد كده خدنا خطة يعني أنا في رأيي أنها حاجة جديدة تتعمل أن احنا عملنا في كل مثلا 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 أربعة بدأنا نرقم فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة مين أحسن واحد مين نموه وهكذا إزاي كل تدريب مع بعض أو كل مبارات مع بعض بيلعب مع بعض عندنا احنا ورد واحد سكاوتينج شغال سكاوتينج بيعمل ايه بيشوف 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 أرقام ودي شاتت كم شوطة دي صد كم بلوك دي 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 فأربعة يبقى واحد مين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهكذا في كل بزشانان أربعة ثلاثة اثنين وليبرو بقى عندنا حصيلة بتقول مين نبرا واحد نبرا اثنين ما بصناش لأي أسماء بصنا للأرقام أرقام طبعا مين واحد مين اثنين من ثلاثة مين أربعة فده هو تخذ وده فير انفيا كابتا الحمد لله أنا كلعب لو لعب متميز أرقامي اللي تتكلم عنه الحمد لله فاخدنا فعلا الملاكت دي ومعلش احنا الشبات طولنا شوية عشان الاربعة اللي جم من تحت السن فبالتالي ان شاء الله هنصف فيهم حيبقوا 16 اللي حيسفروا 12 بس والسفر امتكبت فوالله الغد دلوقتي للأسف الدعوة ما جات لينش لكن أنا جبت السكاجول من أغندا هي أغندا عملاهم 16 بس هذك عارف كورونا حديثة دي أفرت كذا دولة بس هذك نبجهزين هذك نبجهزين يعني هذك جاهز بالمنتحد أي وقت قالوا لنا سفروا بكرة وانسفر إلا لو هما بقى أجلوا البطولة زي تونس وزي نيجيريا وزي كينيا يعني ساعتها غزن عنان حنوقف نشاط أنا وقفت نشاط الثلاثة للإفرق الآخرين وقفتهم وقفتهم طبعا لأنه هو بطولاتهم يناير 21 القادم بقى هو اللي يتولى المسؤولية خلال الفترة هذك عادتها كرابة سنة لا أقال من سنة حيال مساكنا 5 مارس 5 مارس يعني مثلا يعني 9 شهور يعني قرابة أنا قرابة سنة قرابة سنة 3-11 مفيش أكيد حادتك حطيت إيدك على المشاكل الإدارية اللي كانت تود الفترة اللي فاتت نصيح تنصح يعني كابسولة صغيرة كده من كابتن طبعا سامح حمدي يعني الراجل يعني بعز زراع في الإدارة حادتك تقول كابسولة صغيرة كده للتحدي اللي جاي وراك والله أنا مش مطلوب من التحدي الجاي ده غير حاجة واحدة بس إنه هو ينظم البيت يرتب البيت إحنا الحمد لله يدرنا نرتبه هو ليه وجهة نظر تاني بقى يحطها إحنا عملنا تسجيل إلكتروني عملنا موقع رسمي للتحدي التسعة شهور الجديد طبعا ما شاء الله وعملنا كمان وجعنا المتشط وزعناها الحمد لله لكن لنت عنها جابت نجد التمويل إزاي وعملت وعملت نظام جديد لتوزيع أو للحكام كلمنا عن الموضوع ده أقول لحضرتك أنت عارف حضرتك لما بيجوا بيتسعوا للشراكات كل الفرق بداية الدورة بيبقى فيها بند للحكام فأنا عزلت مش أنا اللاجنة المؤقتة عزلت فلوس الحكام دي وعملنا لها حساب بره البنك بتاعنا إحنا ببنك الأهلي عملنا حساب في البنك مصري ليه علشان كل حكم أول كل شهر يبقى واخد فلوسه ما فيش حاجة اسمها فلوس تتأخر يعين عليك يا دكتور خلاص فاتعاملت يعني الحمد لله وعملنا كل واحد فيزا بفيزا بتزبط يروح أول الشهر يلاقي اسمه كذا بس يبقى مع لجنة الحكام لازم تكون بعتة الكشوف عمل كامبورا دالي كذا الماليات يترجمه دالي فلوس تنزل فيه في حساب ويروح ياخده من المكان بتزبط كده حتى المتأخرات كمان دخلناها حتى ليا كابتل المتأخرات متأخرات 2018-2011 دخلناها بس لسه الجزء المالي ما دخلناهش في البنكة مصر دخلنا جزء كبير جدا جدا الحمد لله دخلنا جزء كبير جدا بحيث المتأخرات قبل حتى الموسم ما يبدأه طب تخيل يا كابتل انت عملت حاجة يا ريت مش أنا هي اللجنة ماشي يا كابتل ما هو حضرتك رئيس اللجنة وعلي أنا عوذر أنا في حضرتك بتحب تتكلم عن اللجنة وإن أنت حضرتك يعني فرد في المنظوم آه بالظبط ولكن ده حضرتك عملت سيستم لكل اتحادات آه الحمد لله أزمة إحنا لأنه هو بيضطر الاتحاد يعمل ميد يدول لفلس الحكام تيجي الحكام عايزة فلوسة كل منطقة تبع تقول لك فلوسة الحكام كذا لا كل واحد فلوسه هتبقى موجودة بفستو يقدر يصرف اللي في الصعيد حيصرف بالفيزا اللي في بحر حيصرف بالفيزا كله حيصرف بالفيزا اللي معاه يدخل يعرف حسابه كم وياخد حسابه خليني معلش أفكر حدك بحاجة أن النادي الأهلي كان أول نادي يعمل كده آه طبعا أنا أخدت الخطوة دي من الأهلي الله يلور عليك بس أنا بس بجيب يعني زكريات كده نا احنا خدناها من الأهلي بس الأهلي ده مؤسسة بس خليها نتكلم لا ألا بقول أنا بجيب بإيه بايت شانس كده اللي نادي أول نادي عمل الكارت وبرضو أنا أحب أقول لي سادة المشاهدين أنا مضيت في حضور الكابتن سامح حمدي مضيت في حضوره وهو اللي كان معاه لعقود وهو اللي تحقق منها وحدك سألتيني لو تفتكر يا كابتن قلتين يا كابتن هيسم حدك مضيت في أي نادي تاني أو خدت فلوس من نادي تاني يعني كان بيتحقق في كل شيء قبل ما أوقع الحقيقة ده شرف كبير يعني هي الحقيقة لازم الإنسان يكون واضح وصريح من غير كده عمر الرضا ما هتتقدم لو في محسبيات وفي كلام بس كابتن من اختيار المنتخب برضو أرجع تاني بعد الحكام هحصل شكاوى كتير بالضبط رد حضورتك ترد على الشكاوى ديته أنا تعودت كده في حياتي أنا أما بعمل حاجة أو مش أنا يعني إحنا ما بنجتمع على حاجة وبناخد قرار ما بنرجعش فيه نحن شايفين صح إلا لو كان غلط لو كان غلط وهم الشكوى فيها شيء من الصح لازم أحققها لكن أنا ما ببصش الحاجات دي خالص على الأساس أن السوشيا الماديا السوشيا الماديا برضو بيقول كلام غلط مش عادة أدخل في مهاترات يعني لو أقول لحضورتك مثلا بيتكلموا في حاجات منهاش جعب باللائحة وبينتقدوها طب هي ده مش موجودة في اللائحة بتنقضوا إيه يعني عشان كده أنا أنا عمري ما رضيت على حد لفيسبوك ولا حاجة والشكوى اللي بتجيني برضو عمري ما رضي عليه لسبب واحد كلها من مجهول مثلا شكوى يقول لك والد أحد اللاعبات شكوى تاني يقول لك شخص مش عارف محبي للقرطة هرد على مين يعني مع ذلك حدك قلت لو الشكوى في حاجة حدك لسه على طول لو في حاجة من الحق أنا بتحقق على طول على طول ولو في نصيحة لنا منهم أنا بمشي صح طب خليني برضو أول حددك أنت يوم 11 عندك جماعة عمومية عادية هتحصل في الانتخابات وفي جماعة عمومية غير عادية للقرطة صح الكلام ده مضبوط لا هي الأول جماعة عمومية غير العادية دي عشان تكرر لا علشان إحنا بعض تغيير بعض بنود اللقر طب البنود دي مثلا ليه علاقة بإيه يعني هي علاقة مثلا بالتصنيف بالتصنيف ليه علاقة ببعض الشروط المدير التنفيذي ليه علاقة بعد الترشيح للانتخابات يعني حاجات بسيطة حالقة تحطيتها وخطت موافقة لجنة الأمومية عليها ولا لسه هتاخد الأول موافقة جماعة عمومية غير عادية وترفعها للجنة الأمومية بالضبط أنا مفتش عليها موافقة لجنة الأمومية الأول أنا بحطها لجنة الجمعية عمومية هي الأساس فإحنا حطينها لو هم موافقوا عليها بقت لايحة بس للأسف مش هيقام عليها الانتخابات طبعا هيقامتها على اللحة القديمة بالضبط طبعا تاخد وسكتها تروح تعتمد لجنة الأمومية بالضبط وتروح تنشر في الوقاعة فهتاخد فترة للاتحاد اللي جاي بقى إن شاء الله بالضبط وبعدها بساعتين بنعمل اللجنة عمومية الجمعية عمومية العادية اللي هي هتمد في فعل الانتخابات ومتحقق فيها بقى خلاص خدنا موافقة اللجنة الأمومية على الأسماء وبيتكل الناس ومتحقق فيها بنعتمد الميزانية الأول بعدها نعتمد الميزانية برضو بنشرح لهم بعض البنوت في الليحة وبالرغم من كده بنبدأ بعد كده عملية الانتخاب الله يا كابتن أنا مش عارف أقول لحد دك إيه يعني يا ريت والله أنا أنا نفسي استفدت والله العظيم منك ده عليها والله يا كابتن بأمان استفدت من حدد جدا جدا إداريا وشفت حاجات أنا كنت أعتبرها ضرب من الخيال يعني إن حد يبقى إداريا يطبق المنظومة دي في اتحاد كرة قائرة وأنا كان في الوقت يعني يبقى أطول من كده ولكن في النهاية في النهاية رسالة على عسل حدد توجهه عبر الشيطة القناة النادي الأهلي لكل اللاعبين واللعبات وكل أي حد هيساهم مع منتخب بلده في بطولة أو سواء لعب أو مدير فني رسالة حدد توجهه له بحكم تاريخك كيبير ده جدا في اللعب أتمنى أتمنى إن محدش يتدخل في عمل غيره وأتمنى إن كل واحد أنا عن نفسنا اللجنة هتدي كل واحد حقه يعني لو منتخب اتكون وانتهى وبقى فاينالي خلاص الأعداد والحاجات زي كده يبقى إحنا معناه إن إحنا مختارين أحسن ناس إحنا ما ظلمناش حد لكن أتمنى إن اللي تظلم ده ما يعتبرين شفسه تظلم يعتبر نفسه أن ياخد فرصة تانية وهي دي بس الحاجة دي المنافسة في الرياضة يا كابتن دي المنافسة ما أنت لما تخسر مطش مش معنا كده أنت ظلمت بالظبط اكتهد تصلح من نفسك زود من نفسك وتبقى موجود بالظبط كابتن يعني سامح أنا مش عارف أقول لحدك إيه يا كابتن والله حدك يعني نورتيني وشرفتيني وبشكر حدك شكرا جزيلا أنت خصتنا بهذا اللقاء وطبعا يعني فردنا وأفرادنا كل شيء للكمهور الحمد لله وبشكر حدك نورتيني وشرفتين يا كابتن الله يخليك أنا متشكل للقناة جدا وإن إحنا وضحنا الصورة قدام الناس عشان ما يتقلش إن إحنا اتحاد مؤقت جاي علشان مصلحة أوي حاجة إحنا كنا جايين عشان عمل خوص عمل يطور كرة طائرة وأعتقد يعني إن إحنا قدرنا اللي قدرنا عليه عملناه إن شاء الله كابتن وكل التوفيل حضرتك ونتمنى إن شاء الله يكون بالنقاء تاني شكرا يا كابتن شكرا يا كابتن هايس أعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا مع دكتور سامي حمدي طبعا رئيس اللجنة المؤقتة لكرة طائرة وأديه وبزل مجهود هو واللجنة كاملة عدوا بالاتحاد لبر الأمان أشكركم شكرا جزيلا استنونا إن شاء الله يوم الأربع القادم وقصة جديدة وبطل جديد مع الأفضل